اشتركوا في القناة القسم الأول مقدم والمقدمة تحتوي على خمسة أبواب هذا القسم الأول الثاني تفسير التوحيد وفسر التوحيد المؤلف وبضدها تتبين الأشياء ثم الأدلة والبراهين على غطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم ودحف حجة من يقول أن الشيك لاقع في الأمة أو في الجزيرة العربية الأعمال الشيطانية أعمال القلوم الأسماء والصفات أطول قسم في الكتاب هو القسم التاسع المناهي اللفظية والإنفاظ الشيكية وبعض الشيكيات ثم خاتمة الكتاب أسأل الله يختم لي ولكم بالتوحيد كم قسم؟ عشر من يعيد الأقسم؟ سبحان الله يقول ما قلت لمحدث قبل أعد عليه القسم الأول مقدمة خمسة أبواب عندنا مقدمة وخاتمة هذه بسمين تمام؟ مقدمة ثم تفسير التوحيد الأدلة والبراهين على غطلان عبادة ما سوى الله سبب كفر بني آدم دحف حجة أو رد على من يقول أن الشيك لاقع في الأمة أو في الجزيرة الأعمال الشيطانية أعمال القلوب الأسماء والصفات المناهل اللبضي وعنفاض الشيكيات وبعد الشيكيات والخارج هذه أقسام عشرة للكتاب الكتاب هذا الكتاب فيه سبع وستين باب إذا حسبنا الباب الأول لأن الباب الأول قال كتاب التوحيد وقوه الله تعالى وما خلقته الجن والنس الباب الأول هذا نريد نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد هكذا طيب كسارة كم باب سبع وستين باب وكم بسم عشرة